موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية وإليكم أبرز وأهم العنوين الاتحاد الوطني للنساء جيبوتي يقوم بفتح سنطوق لدعم غزة نصف مستشفيات قطاع غزة خارج عن نداغ الحدمة موسيقى أهلا بكم استقبل معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد اليوم بالمجمع الوزاري السفير الليبي الجديد في جيبوتي السيد عبد المنعم محمد اليونس وفي مستهل اللقاء رحب السيد عبد القادر كامل محمد بالديبلوماسي الليبي الجديد في جيبوتي متمني له بطيب لقامة مؤكدا أنه سيلتقي الدعم الكامل من قبل الحكومة الجيبوتية لتمكينه من الإسهام في تعزيز العلاقات والنخوض بالشراكة بين البلدين وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إلى أفاق أوصع وأرحب من جانبه أعرب السفير الليبي عبد المنعم محمد عن سعادته بتمثيل بلاده لذا جيبوتي مؤكدا أن عزمه على العمل بكل قوة في تعزيز التعاون والشراكة بين ليبيا وجيبوتي في كافة المجالات امتدادا لدعم بلادنا للشقاء الفلسطينيين نظم الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي سباح اليوم في مقره يوما توعويا مخصص لقاضية الفلسطينية وجرت هذه المناسبة بحطور النائب الثانية لرئيس مجلس النواب السيدة صفية علم جبرير ووزيرة الشؤون الاجتماعية وضضامن السيدة ألوف إسماعيل عبدو ونواب ومثل الجمعيات النسوية المختلفة لقد أكدت بلادنا دائما على دعمها الدائم لشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أراضيه منذ خمسة وسبعين عاما ولهذا السبب قام الاتحاد الوطني للنساء جيبوتي بافتتاح صنطوق لدعم الأشيقاء في فلسطين وفي هذا السياق نظم الاتحاد الوطني لقاء مع النساء الجيبوتيات لإظهار تضامنهن في مواجهة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق والجذر بالذكر ذخلت الغارات الإسرائيلية على قطاع قزة يومها الواحد وثلاثين وأصفرت حتى الآن عن مقتل الآلف والآن نطابع انتباعات وريد الأفعال المشاركات في هذا اليوم التعوي على نعمة الإسلام الحمد لله الذي وهبنا هذا الدين الإسلام اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا ونشكر فخامة الرئيس أبونا أبو الشعب السيد اسماعيل عمرقيل لحفظه الله ورعاه الذي هو قدوتنا وقال في خطبته أن نكون متضامنين مع إخواننا في غزة وأهلينا في غزة وإن لم نستطع أن نعطيهم دماءنا وهما بعاد عنا فنعطيهم ما في داخل قيوبنا وندعي لهم كما قال الله سبحانه وتعالى دعوني أستجب لكم ونحن نرفع يدينا بقلب خاشع ونقول اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا يا أرحم الراحمين اللهم إنا شهدوا بأنك أنت الله الواحد والأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد أن تستجيب دعائنا يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوب يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا في فلسطين في غزة ودمر عداءك عداء الدين اللهم دمرهم اللهم اشغلهم فيهم يا رب العالمين اللهم احشر الظالمين بالظالمين واخرج إخواننا في غزة منهم سالمين يا حي يا قيوم يا دا الجلال والإكرام وفي سياق متصل نظم الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في مجمع الرحمة التنموي يوما توعويا مخصص لدعم القضية الفلسطينية ودعم قطاع غزة وجرى هذا اللقاء توعوي بحطور وزيرة المرأة والأسرة السيدة موناء عثمان أدم ورئيس بلدية بلبلة سيد محمد حسن وبمشاركة أمين عامة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي سيدة فاطمة موسى بالإضافة إلى المجتمع المدني والإما والدعاة وجاءت هذه المبادرة الجذيرة بالتقدير والاحتذاء بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن فتح حسابات بنكية لجمع التبرعات المالية المخصصة للسكان الفلسطينيين الذين تستهدفهم الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ السابع من أكتوبر المنصر كما اقتنمت الجهة المنظمة هذه الفرصة للإشادة بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بسان فتح حسابات بنكية مخصصة لدعم أهل القزة في البنوك المحلية دعينا كل مسلم أن ينوي التبرع والتصديق لإخوانه وأشيقائه في قزة إلا أن يتوجه إلى تلك المصارف وتجر إشارة إلى نقطع قزة يتعرض منذ نحو شهر لمسجرة مراوعة ترتكبها القوات الإسرائيلية وتستهدف المدنيين والأبرياء نطابع انتباعات وردود الأفعال لمشاركين في هذه المناسبة في اليوم نتضامن مع الشعب الفلسطيني شعب الذي يقتل بسبب أنه إسلام بأنه مسلم تخيلوا عدد القتلى وصلت عشرة آلاف في قدون شهر لم تتخيلوا العقول البشرية إلى ما يحدث إلى غزة غزة أصبحت سجن مفتوح تتهاون عليه الطائرات الأمريكية ليست الإسرائيلية الأمريكية فينبقي نحن كما قال فخامة الرئيس الجمهورية الحاجس مع العمر قيل حفظه الله أن نقف مع الشعب الفلسطيني فكيف نقف بأن نجاهد بمالنا والله ما أول رئيس عربي وأول رئيس مسلم وقف مع الشعب الفلسطيني لكن رئيس الجمهورية هو الرجل الوحيد الرئيس الوحيد الذي وقف مع قضية الفلسطينية والله لا أستطيع فكيف أعبر عن شعوري في هذا اليوم عقب الاجتماع الذي عقده معالي رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد والهدف إلى فتح حسابات مالية لتقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين قام بنك الأحمر للتجارة والصناعة وكذلك كاك بنك الدولي بفتح حسابات بنكية بنكية دعم للأشقاء في قطاع قزة وذلك مبادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية هذا وأشهد بنك الدولي بهذه المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمرقيل برئاسة النائبة كالتوم فارح سعيد عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان أمس لحد الموافق الخامس من نوفمبر الجاري اجتماعا لها في سالة الاجتماعات بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون متعلق بقانون الرقمنة ومثل الحكومة في الجلسة وزير الداخلية سيد سعيد نوحسن ووزيرة المنتدب المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة مريم حمد علي بالإضافة إلى مدير العام للوكالة الوطنية لنظم المعلومات ومدير العام الأحوال المدنية وفي خطام هذه الاجتماعات قرر أعضاء اللجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان مواصلة المداولات بشأن مشروع القانون المذكور مع السلطات المعنية في اللقاء المقرر يوم الخميس المقبل قبل إحالته إلى الجرسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية وفي شأن صحي أطلق أمين عام وزارة الصحاء السيد محمد علي محمد حملة رشي المباني السكنية لمكافحة الحشرات الضارة والمسببة للأمراض كالبعوطة وجرت مراسم حفل تدشين هذه النسخة التي تنطلق من بنيت بلعوسة والتي تنتشر فيها الملاريا بحضور ممثلة برنامج المتحدة الإنمائية في جبتي وتمت تعبئة أكثر من سبعين عاملاً صحياً في هذه الأنشدة الوقائية ضد المراليا التي تستهدف الحياة المختلفة المعرضة لخطر الإصابة بالملاريا وذلك بمشاركة نحو مئتي عنصر نشد من المجتمع المدني في بلدية بلعوسة وتأتي هذه الخضوة التي تستمر لمدة ثمانية وعشرين يوم بعد أن أثبت الرش داخل المنازل فعاليته ضد المبعوض الذي يعد ناقلاً رئيسياً للملاريا بحسب الوزارة ستقوم الفرق المتجولة خلال هذه الحملة الوقائية بدعم من الناشطين المجتمعيين بالتجول في مجمع الأحياء المستهدفة من أجل رش كل منزل وبيت ما مشانه حماية المجتمعاتنا بشكل مستدام من الملاريا وتحث وزارة السحة على المواطنين والمجتمع المدني على المشاركة بكثافة في هذه المبادرة لإنجاح هذه الحملة الوطنية لمكافحة الملاريا وفي مداخلة لممثلة صندوق المتحدة للماء في جبوتي استهلتها بتقديم الشكر والعرفان لوزارة السحة والجهات الفاعلة على هذه المبادرة الرامية إلى مكافحة الملاريا في البلاد وعربت عن الاتياح للمشاركة في حفل إطلاق هذه الحملة التي تصاهم في مكافحة البعود مشارة إلى أن حملة ترش المباني السكنية لمكافحة الملاريا تندرج في إطار الدعم القائم بين وزارة السحة والوكالة الأممية في جبوتي بدوره أشار أمين عام وزارة السحة السيد محمد علي محمد في كلمة له إلا أن وزارة السحة أطلقت اليوم حملة رش المباني السكنية وذلك بالتعاون مع الصندوق المتحدة الإنمائي وأوضح أن وزارة السحة بذلت قصارى جهدها لإنجاح هذه الحملة موطحا أنه تم تعبئة جميع كوادرها والمجتمع المدني بالإضافة إلى الرجال الأمن وتستهدف هذه الحملة الوطنية لمكافحة الملاريا عددا من حياء بلدة البلعوس وحصى المواطنين والمجتمع المدني على مساهمة في هذه الحملة الوطنية احتضن قصر العدل اليوم الموافق السادس نوفمبر الجاري حفلا مكرسا لأداء اليمين الدستوري لعدد منطونا للمفاتشية العامة للدولة هذا وأدى ثلاث ممثلين جدد من هيئة التفتيش العام للدولة اليمين الدستوري وتأتي هذه المناسبة ضمن جرسة رسمية لمحكمة الاستعنافة برئاسة رئيسة المحكمة السيدة نمع عالي ورسمة وبحضور شخصيات بارزة مثل نائب العام السيد جامع سليمان علي بالإضافة إلى عدد من المحامين ورجال القضاء ورجال القضاء وتم تعيين هؤلاء المفاتشين الحكومين الثلاثة بموجب رئاسي مؤرخ في الخامس عشر يونيو المنصر 2023 وهم سيد أميرة عبد الرشيد إدريسة وسيد محمود محمد إبراهيم وسيد مبارك محمود إبراهيم هذا أقسم رسميا أن يؤدوا مهامهم بحياد ونازاهة ويحترم القانون وفقا للدستور جيبوتي وقوانينها ولوائحها وفيما يتعلق بالكلمات وفي كلمة لنائب العام السيد جامع سليمان في هذه المناسبة المكرسة لأذى اليمين الدستوري أوضح بأن هذه اللحظة تشكل حدثا مهما ويتطلب الاستمرارية والمواصلة نتابع لقد أدى اليمين القانونية في هذه المناسبة كل من الآنسة أميرة عبد الرشيد إدريس وسيد محمود محمد حسين وسيد مبارك محمود إبراهيم وقد تم تعيين هؤلاء الشباب بمرسوم رئاسي صدر في الخامس عشر من يونيو من العام الحالي بصفتهم مفتشين للدولة يعملون لدى المفتشية العامة للدولة السيدة رئيسة المحكمة كما جرت العادة فإن أداء اليمين يشكل لحظة مهمة وفقا للقانون فإن الالتحاق بالمفتشية العامة يتطلب أولا الحسول ورسول على مؤهل جامعي وتأدية الخدمة بالتفان وإخلاص ومراعاة الدستور لقد قمتم بدراسة جامعية ومن ثم جرى تعيينكم بمرسوم أصدره رئيس الجمهورية وأديتم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف شارك قائد خفر السواحل الجيبوتية العقيدة وعيس عمر بقر في القمة العالمية الثالثة لخفر السواحل التي عقدت في العاصمة اليابانية توكيو بمشاركة 95 دولة ومنظمة من أنحاء العالم وتم خلال القمة عرض تجارب لعدد من الدول في مجال التبادل المعلومات وتطوير الآليات العامل لتوحيد المفاهيم بما يخص بناء القدرات وتطوير القوى البشرية العاملة في المجال البحري فضلا عن مناقشة الدراسات وتبادل الخبرات المتعلقة بكيفية استعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والبحرية وكما تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسلامة البحرية وعرض آخر تطورات التكنولوجيا في هذا المجال والتي قد تسهم في تقليل كافة الحوادث البحرية وخلال قمة عجر العقيد وعيس عمر بقر محادثات مع نظرائه تناول فيه جملة من المواضيع ذات الهتمام المشتركة سيما القضايا البحرية التي تواجه خفر السواحل حول العالم مثل الأمن البحري والسلامة وحماية البيئية والبحرية والتغير المناخي والجريمة المنظمة وخلال تواجده في اليابان قام قائد خفر السواحل الجبوتية العقيد وعيس عمر بقله بجولات ميدانية إلى مقر خفر السواحل الياباني واطلع عن قرب على الآليات والجسيات التي يستخدمها خفر السواحل الياباني فيما يتعلق بالحماية الأمن البحري الياباني هذا وتلقى معلومات مفصلة حول مهام خفر السواحل الياباني سجل مرسد عرطة الجوفيزيائي هزرة أرضية 4.4 درجة رختر وذلك في الساعة الواحدة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في خليجة جرة وتم تحديده علانهم من نوع بركان تكتوني ويقع مركب الزلزال على بعد 13.3 كيلومتر الشمال مدينة جبوتي على عمق 6.2 كيلومتر أو مصافة مركزية تبلغ حوالي 14.5 كيلومتر وتجر إشارة إلى أن بلادنا شهدت هزات أرضية عديدة مضلع أكتوبر المنصر إما ولم تخلف أي خصائر بشرية أو مادية يواصل المنتخب الوطني الجبوتي لكرة القدم تحضيراته لخوط تصفيات كأس العالم هذا ووصل منتخبنا الوطني تحضيراته لخوط تصفيات كأس العالم ألفين وستة وعشرين المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيكيا هذا أجرى المنتخب الوطني ومأمسة تدريبات مكثفة في المركز الفني الوطني استعدادا لمواجهة نذيره للمسري في السادس عشر نوفمبر الجاري وأما المباراة الثانية فسيخوطها أمام منتخب غيني بيساو في الواحد العشرين من الشهر وتجر إشارته إلى أن القرعة أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من مصر وبركينفاسو وغيني بيساو وسيراليون وإيثيوبيا وفي مداخلة مقتضبة أعرب مسؤول المنتخب الوطني لكرة القدم عن أملهم في أن يحقق المنتخب نتائج مشجعة في اللقاء المرتقب مع الفراعنة موضحا أن الفريق سيواصل تدريباته يوميا سباحا ومساء في قطار التحضير لهذه المباراة التي تنترج في قطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم وتجر إشارته إلا أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب غيني بيساو في الواحد والعشرين من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ألفين وستة وعشرين إلى محافظة تعالي سبيحة حيث اختتمت فعاليات البطولة الإقليمية لكرة القدم المقامة بين الفرق المحلية وجرت المباراة النهائية بين فريق بطل المواصم الماضي والفائز بالكاس وهو فريق المجلس الإقليمي وفريق مصنع السمنت وبحضور شخصيات رفعة المستوى من بينهم وزير التجارة والصناعة السيد محمد ورسامة ديرية ووالي المنطقة السيد عبد الملك محمد باروتا ورئيس المجلس الإقليمي السيد شرماكي حسن ألالة والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عمر أحمد وعيسة والنائب مدير رياضة السيد أحمد موسى أبسية ورئيس الاتحاد الإقليمي لكرة القدم في عالي سبيح السيد جبريل عمر حوش وممثل الاتحاد لكرة القدم للمشاركة في هذه المناسبة موسيقى 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 لقي استحصان الجماهير والحطور حيث بدلوا قصارى جودهم لتحقيق النتائج الإيجابية هذا وانتهت وانتهى الشوط الأول بالتعادل بينما تقلب فريق اسمينة علي سبيح في الشوط الثاني بهدف مقابل وعقب ذلك قام الجهات المعنية بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة والمشاركة بالبطولة بالإضافة إلى تقديم الميداليات للفرق النسائية المشاركة في هذه البطولة موسيقى 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 علي سبيح سيدة بانويت أشاراء إلا أنهم شاركوا اليوم في منصة اختتام البطولة الإقليمية لكرة القدم ومقدما الشكر والعرفان للجهات المنظمة لهذه البطولة الكوروية عقد والي التجورة سيد محمد حمد عباس اجتماع عمل مع الوصرة التعليمية العاملة في هذه المنطقة والرؤساء للمواصلات التعليمية حيث ركز الاجتماع على زراعة الأشجار في المواصلات التعليمية طبقا لتوجيهات ومبادرة رئيس الجمهورية ويهدف الى تحسين البيئة المعيشية والمدرسية لطلاب ومكافحة ظهيرة الاحتباس الحراري وبعد الانتهاء الاجتماع قام الوالي اولا بتوزيع النباتات على الرواساء المواصلات التعليمية وثم شارك اخيرا بزراعة الأجار بحضور المفتش الاقليمي للمدرسة الثنائية اللقى في منطقة التجورة وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الحكومة الرهمية الى مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري والحفاظ على البيئة المدرسية في منطقة تجورة دوليا اعلن الناطق باسم وزارة السحة الفلسطينية بان المنظومة السحية بشكل عام منهارة تماما جراء القصف الاسرائيلي على المشتشفية ناطق باسم وزارة السحة الفلسطينية في غزة دكتور أشرف القدرة أن المنظومة السحية بشكل عام منهارة تماما حيث تم استهداف مائة وخمسة من مؤسسات السحية وإخراج ستة عشر متشفى عن الخدمة بشكل تام إضافة إلى خراج ثلاثين مركز لرعاية الأولية عن الخدمة بسبب استهدافي وعدم توفر الوقود ولفت إلى أننا نعمل الآن في ستة متشفيات فقط لإنقاذ حياة الجرحة جراء القصف الإسرائيلي والمستمر لليوم الثلاثين وعتبر القدرة أن إسرائيل تريد أن تشل منظومة السحية حتى لا تستطيع أن تقدم أي خدمات لجرحة وأوضح كذلك أن المستشفيات ستة التي تعمل الآن هي من دون مقاومات السحية وترفض إسرائيل إدخال أي مساعدة طبية تلاقي محتاجات هذه المستشفيات كما ترفض إدخال الوقود إليها في شأن كروي الآن لالتحاد السعودي لكلة القدم التقاعد مع يا توري ليكون مساعد أول للمدير الفني للمنتخب الأخطر روبرتو منشيني حد السعودي لكلة القدم اليوم لجمع التقاعد مع يا توري ليكون مساعد أول للمدير الفني لمنتخب الأخضر روبرتو منشيني وجاء التقاعد مع النجم الإفواري بناء على طلب من المدرب الإيطالي الذي سعى لتواجده ضمن طاقمه الفن خلال الفترة المقبلة ويبلغ يايتوري أربعين عاما سجلا تدريبيا بدأ قبل أربعة أعوام حيث تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب وينتظر الأخضر السعودي مباراة مهمة أمام منتخب الباكستاني يوم 16 نوفمبر الجاري ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بهذا النبع مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية نشرة وشكرا على حسن الإشقائي والمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة